أمليه أملاء لأهميته اكتبوه يقول ابن عباس رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه يناجي الله وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه يغفر له ويجيبه إذا دعاه ويتلو هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا رواه قوام السنة التيمي في كتابه الترغيب والترهيب وليتنا في هذه الليلة المباركة ننشر هذا الأثر عبر الرسائل الجوال والأشياء الأخرى في الأجهزة الحديثة برامج الاتصال والمراسلة فليتنا نتعاون وننشر هذا الأثر يكتب لنا أجر انتشارة في الأمة في هذه الليلة المباركة الطيبة إن شاء الله شكرا